والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن وعلاه وبعد أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون والمتابعون الكرام ونحن اليوم أيها الكرام الفضلاء نحن اليوم نحن اليوم ليلة الأربعاء لتسع عشر خلون من شهر رمضان لعام احدى وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني بدأنا ندخل فين بدأنا ندخل في العشر أيها الكرام الفضلاء تكثر هنا الأسئلة كثيرة حقيقة متى يبدأ العشر أول سؤال نقول يبدأ العشر إن شاء الله عز وجل غدا الأربعاء غدا الأربعاء ليلة الخميس غدا الأربعاء الموافق عشرين من رمضان من مغرب عشرين إن شاء الله عز وجل ليلة واحد وعشرين هذه أول ليالي العشر كما قال الجمهور كما قال الجمهور من هذا الموقع تبدأ أيها الكرام الفضلاء كما قال الجمهور رحمة الله على رحمة الله اللي عنده معتكاف في بلادهم اللي عنده معتكاف في بلادهم يدخلون متى النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم عشرين قبل مغرب يوم عشرين يدخل معتكافهم أما بالنسبة لحديث عاش صلى الفجر ودخل معتكافهم يعني خلا بنفسه لك دخول يكون المعتكاف قبل مغرب يوم عشرين يعني قبل مغرب غدا الأربعاء لمن في بلادهم في اعتكاف طيب اللي ما في بلاده اعتكاف نظرا لهذه الجائحة نقول سمعنا وأطعنا ونبقى في بيوتنا طيب هل يصح الاعتكاف في البيوت لا ما يصح الاعتكاف في البيوت يا أخوان لأن الله عز جل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فقال وأنتم عاكفون في المساجد فلذلك هنا عين الباري تبارك وتعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد فالاعتكاف يكون هنا في المساجد ولا يكون في البيوت ولذلك عند البيه أن ابن عباس سئل عن امرأة تعتكف في مسجد بيتها فقال هذه بدعة طيب ماذا نفعل حنا نحب الاعتكاف وكذا إلى غير ذلك أقول أول شيء أبشر أخي الحبيب قال صلى الله عليه وسلم إذا مارض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا فلك الأجر إن شاء الله عز وجل ما دمت أنك محافظ على الاعتكاف فلك الأجر بإذن الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم لك الأجر تماما بإذن الله تبارك وتعالى قال عليه الصلاة والسلام إن قوما تركنا خلفنا بالمدينة ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا شركون في الأجر قالوا كيف ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال حبسهم العذر حبسهم العذر فأبشر أخي الحبيب ما كنت معتادا عليه وحرمت منه بالعذر فإنك يكتب لك فيه الأجر بإذن الله تبارك وتعالى ووجودك في البيت أخي الغالي وجلوسك في البيت وأن تشغل ذلك بالذكر والتلاوة والخير والبر فأنت مأجور عليه بإذن الله تبارك وتعالى فكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شد المئزر دلالة على اعتزال النساء أو قالوا دلالة على الاجتداد والاجتهاد في العبادة والطعم وأيقظ أهله وأحيى الليل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحيى الليل صلاة وذكرا وتلاوة وعبادة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وإن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر منذ الحجة لأنها خصت بالعبادة والفضائل وفيها ليلة خير من ألف شهر ولذلك قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فهذه إنا أنزلناه في ليلة القدر الله أكبر هذه السورة خمس آيات نزل هذا القرآن في ليلة القدر والقرآن جاء بلفظة أنزل ونزل قال عز وجل في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان فقال ألف لام ميم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل نزل يعني نزله منجما وأنزل أي دفعة واحدة إلى السماء الدنيا وبعدها نزل منجما على المناسبات على ثلاث وعشرين سنة ليلة القدر هي الليلة العظيمة والليلة التي تقدر فيها المقادير وليس هي ليلة رص الشعبان والليلة التي هي ليلة الشرف لأنها تنزل الملكة تروح فيها بالذربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة سالمة لا يرمى فيها بنجم أيها المباركون فلذلك هذه الليلة العظيمة هي ليلة وطرية يعني وتنتقل على مدار العشر الأواخر يعني ممكن تكون ليلة 21 23 25 27 29 ولذلك المسلم عليه أن يجتهد في كل ليالي العشر أن يجتهد في كل ليالي ماذا؟ أن يجتهد في كل ليالي العشر أيها الكرام الفضل كان قتادة في ليالي العشر يختم كل يوم ختمة كل يوم ختمة وقف العشرين الأول كان يختم كل ثلاث ليالي ختمة يعني يكون في الموضوع عنده سبعة عشرة ختمة وكان يشف عنده ستون ختمة وكان السلف في كل ليلة وطرية يغتسلون ويتطيبون ويلبسون ملابس جديدة يعني لأنها تكون ليلة القدر وما يقال في هذه الليلة كما عند ابن ماجة الله منك عفون تحب العفو فاعفوا عنه ومن أهل العلم قال الحديث منقطع وأي دعاة تقول في ليلة القدر قل هو لا حرج في ذلك طيب الناس يقول لك طيب هنصلي زي ما كنا نصلي في أيام المسايد نعم تصلي زي ما تصلي أيام وساجد تصلي بعد العشاء ما تيسر وتصلي برضو آخر الليل ما تيسر ولا حرج في ذلك ولا حرج في ذلك أيها الكريم الفضل لكن لا تصلي وتريني في ليلة لا تصلي وتريني أحببت أن أقوله لكم عبر هذه العجالة وهذه السانحة وربنا يتقبل منا ومنكم ويوفقنا ويكم لكل خير صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين